أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وجزيل نعمه وعظيم امتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله ورضوانه اللهم صل وسلم وبارك وزد وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اقتفى أثره وسار على منواله أما بعد مشاهدي الأعزاء أيها الأحبة في الله فهذا هو مجلسنا التاسع والأربعون من مجالس الآداب الشرعية والأخلاق الإسلامية واليوم إن شاء الله نفتح معكم صفحة جديدة مشرقة من صفحات الآداب الإسلامية هذه الآداب تتعلق بآداب الطعام وإن المسلم إذا درس ومكنه الله تعالى من الفقه والفهم ومعرفة آداب الطعام وغيرها من الآداب فإنه حينئذ يزداد يقينه بكمال الدين وتمام نعمة رب العالمين يقول عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا متى يشعر المسلم بالنقص ويصاب بالضعف إذا قل فقه وهزل علمه لكن الإنسان إذا وفقه الله إلى المعرفة والعلم والحكمة والفهم فإنه يزداد يقينا بكمال هذا الدين إنما يخشى الله من عباده العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وأعظم ما من الله تعالى علينا به ونحن نتفقه في هذا الدين ونتعلم أحكام رب العالمين أننا نجد أمرين عظيمين تحلت بهم الشريعة نسك يدرس الأحكام يزداد يقينه بأمرين مهمين يثبته الله تعالى عليهما أول هذين الأمرين هو أن الله تعالى قد أرضح لنا كل الطرق الموصلة إليه فهو يدعونا إليه والله يدعو إلى دار السلام أهد من يشاء إلى الصراط المستقيم فهو يدعو عباده إليه ليقبلوا عليه فكيف لا يبين لهم الطريق الموصلة إليه فالله عدل رحيم وعليم حكيم فأغنانا وكفانا أن نبتدع طرقا من عندنا هو الذي دلنا عليه به سبحانه وتعالى فما على المسلم إلا أن يمتثل وصية ابن مسعود أيها الناس اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم إذن أغنانا عن البحث عن الطرق الموصلة إليه هو الذي دلنا عليه والأمر الثاني الذي يتحقق لنا ونحن ندرس مثل هذه الآذاب والأحكام أننا نجد أن الله تعالى قد بيّن لنا أو قد جعل لنا في كل شيء من أمور حياتنا إلا وترى له فيه توجيه وترى له فيه إرشادا بل يدلنا ليس فقط على ما هو صالح بل يدلنا على ما هو أصلح دائما هكذا الشرع هناك أشياء أفكار البشر ربما تكون صالحة أحيانا أفكار البشر ربما كانت صالحة أحيانا لكن تشريع الله أصلح إن هذا القرآن يهدي للتي هي قيمة لا هي أقوى إذا كان الطرق بعض الناس قيمة فطريق الله أقوى إذا كان الطريق بعض الناس سليمة فطريق الله أسلم فما من شيء إلا وله لنا فيه توجيه مما يدل على كمال هذه الشريعة حتى إن بعض اليهود قد لاحظ ذلك كل شيء له فيه توجيه حتى بعض الناس للأسف اليوم الذين ينفرون من الشريعة تتسمع منهم مثل هذه الكلمة وكل شيء قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة كل شيء نعم هذه كلمة قالها اليهود قديما في صح مسلم قال أحد اليهود لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى قضاء الحاجة يعني كل شيء علمكم إياه فقال له سلمان أجل كل شيء وهذا فيه درس لنا أيها الأحبة في الله الدين الذي يبين لك كيف تقضي حاجتك بأي رجل تدخل بيت الخلاء بأي قدم تخرج بأي شيء تأكل بأي شيء تضع بأي شيء تمسك ألا يجد هذا الدين ما يوضح لنا كيف ندعو إلى رب العالمين كيف نقيم دولة الإسلام كيف ندعو غيرنا من المخالفين لا شك أن له فيه بيانا إذا اهتم بالأمور الصغيرة فكيف بالأمور العظيمة فالمسلم عليه أن يستيقن كل شيء لنا فيه توجيه من رب العالمين عالمه من عالم وجاهله من جاهل وقال آخر كمفصح مسلم أيضا ويحدث أحد اليهود ما أراد هذا الرجل ما يريد هذا الرجل أن يدعى شيئا إلا خلفنا فيه يعني شوف كمال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه دائما الإسلام يعلو ولا يعلى عليه إذا تشبع المسلم بهذه العقيدة لم تصب عقدة النقص ولم يكن تابعا لغيره بل هو يدعو غيره ليكون له من التابعين إذن هذا ما يحقق لنا أمران عظيما يحققهم لنا دراسة الأحكام الشرعية والأداب الإسلامية تجد هذا التمام تستشعره وتعيش بهم وإن أداب الطعام إذا تحدثنا عنها فذلك لأن الطعام من أوضح وأبيان وأظهار أبواب الرزق رزق الله عز وجل لعباده يعني هو أظهر أنواع الرزق الرزق أنواع الرزق له مظاهر كثير لكن أظهرها وأبيانها هو الطعام حتى إن الناس إذا خرجوا للعمل ماذا يقول عني نسعى للخبزة عني نسعى بش نوكل ولادي هكذا تسمع كأنهم يشير كلهم إلى الطعام جعلوه أظهر وأبيان وأوضح أبواب الرزق حتى إن المولى عز وجل لما امتنى على عباده الذين يكرمهم بالجنة سأل الله أن نكون وإياكم منها قلوا كولوا واشربوا هنيئا لكم بما أسلفتم في الأيام الخالية كولوا يذكر فقط يشير دائما إلى الطعام كذلك قال لآدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعراه فهي من أعظم النعم وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذرن الغفاري في الحديث القدسي المعروف يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم فالطعام من أجل نعم الله عز وجل على العبد فلذلك ينبغي للمسلم أن يشكرها لذلك نحن نتحدث عن الطعام لهذا السبب سبعة ملايير نسمة الآن في الأرض كلهم يأكلون ويشربون إلا أنت تؤجر على أكلك وشربك لماذا؟ لأنك تتحل بآدب الطعام فهو يأكل وأنت تأكل هو يأكل ولا يؤجر وأنت تأكل وتؤجر لماذا؟ لأنك تشكر الله بماذا؟ باللسان فقط؟ لا نحن مأمورون بشكر الله عز وجل باللسان وبالأركان بالأعمال اعملوا آل داود شكرا فهذا أول سبب يجعلنا نتحدث عن أداب الطعام لأنه السبيل إلى شكر نعمة الله الكبير المتعال زد أن الطعام هو باب من أبواب إجابة الدعاء أو منعها وهذه مصيبة إذا لم يفقها المسلم أيها الأحبة في الله بالله عليكم من الذي يفتح لنا الآفاق؟ من الذي يجعل لنا مستمسكين؟ يجعلنا مستمسكين ببصيص من الأمل ما هو الشيء الذي يدفعنا إلى المضي قدما؟ أليس هو الدعاء؟ أليس هو أن لنا ربا سميعا مجيبا عليما قديرا؟ لنا رب نشكو إليه فيجبر ضعفنا ويسمع نجوانا وشكوانا؟ إذن الدعاء هو الحبل الذي نستمسك به حتى نصل إلى ربنا سبحانه فكيف يأتي المسلم ويهدد هذا الركن الراكين بالهدم؟ فالطعام طريق إذا كان حسنا طريق إلى إجابة الدعاء وإذا كان سيئا فإنه طريق إلى هدم وقطع هذا الحبل المتين وهذا الركن الراكين إلى رب العالمين سبحانه فالمسلم لا يستهين بالجهل به أحكام الطعام لها أثر والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ أبغوني ضعفاءكم أن يطلبوني في ضعفائكم ليه حوس عليه الصلاة والسلام مع الضعفاء أبغوني ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم فجعل الله تعالى سبحانه وتعالى أن الدعاء هو من أسباب النصرة ومن أسباب التمكين ومن أسباب نصرة الله رب العالمين فإذا جاء العبد فهدم الدعاء قطع الحبل بينه وبين الله ما هي الأشياء التي تقطع الدعاء؟ هناك موانع إجابة الدعاء ألا وهو المطعم الحرام المأكل الحرام أن يكون طعامك حراما والحديث في صاح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ثم ذكر شطرا من الحديث حتى قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعاث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه من الحرام ومشربه من الحرام وملبسه من الحرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له وسنرى شرحا أو شرحا وجيزا لهذا الحديث نبين فيه كيف يقضي الطعام الحرام على الدعاء بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى ثم نعود إليكم فابقوا معنا وحفظكم الله ورعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبعد قلنا قبل قليل إننا نتحدث عن آداب الطعام لأسباب أولها أن التحلي بالآداب الشرعية في هذا الباب العظيم وهو باب الطعام من أعظم وسائل شكر النعمة وقيدوا النعمة بشكرها والسبب الثاني أن تأثير الطعام بارز واضح على الدعاء وقلنا إنه لا مستمسك لنا بربنا سبحانه مثل الدعاء ولكن الطعام إن كان سيئا يقضي على الدعاء وتأمل الحديث الذي ذكرناه قبل قليل يقول ثم ذكر الرجل يطيل السفر السفر من أسباب إجابة الدعاء ثلاث دعوات لا ترد دعوة المسافر ودعوة الوالد لولده ودعوة الصائم إذن السفر من أسباب إجابة الدعاء وحدة ثم قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر أي مبتذلا مفتقرا متضرعا والابتذال والتضرع هذا من مظاهر الافتقار لله عز وجل التي من أسباب هي من أسباب إجابة الدعاء لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال رب رجل أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبره قل يا رب افعل كذا يفعل هذا يشير إلى أن الشعث والغبر من أسباب إجابة الدعاء بمعنى الافتقار إلى الله لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يخرج إلى صلاة الاستسقاء كان يخرج مبتذلا بلباس قديم مبتذلا يخرج يعني الاستسقاء مش كما صلاة العيد مش كما صلاة تذهب بأحسن ثيابك لا الاستسقاء تخرج مبتذلا بعض الناس يجي يعني صلاة الاستسقاء بلباس العيد لا هذا خطأ مخالف للسنة بل تأتي باللباس المبتذل للدلال على الافتقار إذن أشعث أغبر ذكر هذا الوصف ليشير إلى أنه أنه احتوى واجتمل على الصفة من إصفات لابتذال المسكانة ثم ذكر الرجل يطيل الصفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومعلوم أن مد اليدين إلى السماء من أسباب إيجابة الدعاء كما في حديث أبي سعيد الخدري إن الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرا خائبتي يعني من مضان الإجابة أنه ينسان يرفع يديه ثم قال أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومعنى يا رب يا رب ليس معناها مثنى لا هو لفظ في التثنية لكن معناها الجامع العرب من أساليبها أنها تثني دير ثنين لكن تريد الجمع وذا حتى نحن نستعمله ما زلنا نقول فلان مثلا يقول لك أعطيني يكثر علي كل يوم أعطيني يقول تتعرف غير أعطيني أعطيني تذكرت مرتين أعطيني أعطيني ولكنك تريد الكثرة ومنه قول الله عز وجل في وصف اليهود فباءوا بغضب على غضب باءوا بغضب على غضب ما يسمعناها اثنين بذلك من الأخطاء بعض المفسرين يريدون أن يبينوا ما هي المرأة الأولى وما هي المرأة الثانية فباءوا بغضب الأول هو كذا والثانيتان لا لا الصواب أقوى المفسرين باءوا بغضب فباءوا بغضب على غضب يراد به له الكثرة فباءوا بغضب على غضب على غضب على غضب إلى ما لا نهاية ومنه قول الله سبحانه سورة الملك فارجع البصر كرتين كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وحسيب ما معنى كرتين أي كرات أقعد مد يديك إلى السماء وابحث عن النقص فيها لا تجد إذن من أساليب العرب أنها تثني وتريد الجمع و هناك سنة في الصلاة إذا جلست بين السجدتين كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة إذا جلس بين السجدتين و يقول عليه الصلاة والسلام يا رب اغفر لي بعض الإقوى ربما أخذ بظاهر اللفظ يقولها غير مرتين لا يذكر العلماء كشيخ الإسلام تيمية يقولك إنما كان يرددها ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي متى شيء ثم أسجد إذن هنا يا ربي يا رب هو الإلحاح في الدعاء يا ربي يا رب يا رب والله تعالى يحب الإلحاح في الدعاء بل هو من مضان الإجابة لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا يلح كان إذا دعا دعا ثلاثا إذن النبي عليه الصلاة والسلام شو ذكر ذكر أربع أسباب أربعة أسباب من أسباب إجابة الدعاء لول السفر افتقار رفع اليدين للسماء ولد إلحاح كل هذه الأسباب مجتمعة قضى عليها مانع واحد قال ومطعمه من الحرام ومشربه من الحرام وملبسه من الحرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له لاحظ هنا تتكمل خطر الطعام يأتي على أربعة أسباب لم تنفع ومانع واحد هدمها كلها وتظهر لنا أيضا أهمية معرفة أحكام الطعام وآدابه من خلال تأثير الطعام على النفس فالطعام يؤثر على نفسية الإنسان لذلك حرمت علينا أشياء لأنها تؤثر على النفس فحرم علينا مثلا لحم الخنزير لأنه يؤثر على النفس فيستصاب بالدياثة لذلك الأكل الخنزير يكون ديوثا لا يغار على أرضه لأنه من خصائص الخنزير الدياثة ونهين عن أكل اللحوم لحوم السبع حتى لا تكون فينا القوة السبعية أيضا نهين عن أكل كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير الجوارح ليس المقصود المخلب الضفر لأنه الحمام فيه الضفر الجاج فيه الضفر ماذا يكنا أكله لأنه المقصود مخلب الذي يصير به يقتل به الجوارح لذلك يسمونه الجوارح في لغة العصر الجوارح تقول مثل السقر والبازي والهشام والنسر هذاك حرام علينا الغراب لماذا لأنها تقتل بماذا بمخلبها لماذا هذه القوة الجارحية والسبعية إذا أكلت هذه اللحوم تؤثر على النفس فيصبح الإنسان مثل السبع لذلك في الأماكن في أقصى شرق آسيا الذين يأكلون لحوم الكلاب ولحوم السبع انتشرت فيهم القوة السبعية فلا تغتر بظهور الرياضات القتالية عندهم لماذا لأنهم كانوا يعيشون على القتال فقط كانت الحروب بينهم تقوم فيقتل فيها ملايين فانتشرت فيهم الرياضات القتالية لماذا لأنهم كانوا يأكلون هذه القوة السبعية ودائما الخطأ يجيب خطأ فظهر في مقابلهم من يمتنع أن أكل اللحم كلية لفيجيتاريا فظهروا ليموان كما فيها ضبط التبت في النيبال ظهروا ناس يحاربون هالظائر قلوا ما تأكلوش كاللحم لا نأكل اللحم الذي لا يؤثر على النفس فلا نأكل لحم الخنزير لأنه يؤثر سلبا على النفس لا نأكل كل ذي ناب من السبع لا نأكل كل ذي مخلب من الطير إذا أكلنا الإبل فإننا نتوضع واجب أكلوا لحم الإبل ناقد من أوقع الوضوء على الصحيح لماذا لأن لحم الإبل حارة فيها سخونة تكجاء وصفة خلقت من نار من جن فيها قوة حرارية لذلك الأعراب تجدهم أناس حارين غاليظون فيهم جفاء فيهم شدة فإذا الطعام يؤثر على النفس من يتحل بآدابه حفظ نفسه من التأثر بمفاسد الطعام زد تظهر لنا أهمية الطعام من كثرة الأبواب الفقهية فيه كتاب الأطعمة والأشربة كتاب الآنية كتاب الصيد والذبائح فحري بالمسلم أن يتعلم أحكام وآداب الطعام في الإسلام والطعام في لغة العرب غالبا يطلق على ما يؤكل حتى قال ابن منظور رحمة الله عليه في لسان العرب هو اسم جامع لما يؤكل ولكن قد يطلق الطعام أيضا على ما يشرب يطلق الطعام أيضا على ما يشرب ومنه قول الله تعالى في قصة طالوت وقتاله لجالوت قال فمن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه طبعا إن الله مبتليكم بنهار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه أي ومن لم يشربه فيسمى الشراب أيضا طعاما وأيضا في الحديث الذي رواه البيهقي في سنن الكبرى والبزار وغيرهما من حديث بذر في قصة إسلامه لما اختفى من المشركين جاء ليسلم واختبأ خشي على نفسه الضرر فكان معتزلا في مكان ويشرب فقط من ماء زمزم قال حتى تكسرت عوكان بطني يعني طبقات في الكرش بسمان فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال أما علمت أن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم هي طعام لذلك يطلق الطعام أيضا على الشرب حتى الشافعية رحمة الله عليهم توسعوا في هذا فهم عندهم علة الربا علة الربا يجري الربا عندهم في كل طعام احنا نقوله يجري الربا فيما يقتات ويدخر كالحبوب أما كل طعام لا لا يجري في التفاح لا يجري في الخضر لماذا لأنها لا تدخر هم يعتقدون أنها تجري في كل طعام أي شيء الخبز ويجري فيه الربا يعني خبزة كي تحب تبيحها بخبزة ودغرة لازم يتساوه وشد مند عجيب تشدد المذهب الشافعي في هذا صح واتشدد في الماء أيضا قال لك لو باع الإنسان ماء بماء وجب التماثل والتقابض يعني مثلا قرب لك ما سعيدة ما العين ماركة أخرى ريتلا بريتلا لتر بلتر وشد مد وإلا فهو ريبا قال لك تقولهم سبحانه لماذا قال لك لأن الربا يجري في الطعام والماء من الطعام إذا لاحظوا الطعام في الأصل كل ما يؤكل لكن قد يطلق على الشراب أيضا وأما الطعمة والطعمة معنايان لها المعنى الأول طريقة الكسب يقولون فلان طيب الطعمة وفلان خبيث الطعمة وتطلق الطعمة أيضا على الهيئة على الأكل كيف اشتاكل لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن سلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك واش قال فما زالت تلك طعمتي بعد يعني هيئة الطعام وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة جلسة هيئة الجلوس طعم هيئة الطعام ومطعم المطعم هو الشديد الأكل الذي يأكل كثيرا وأما المطعام فهو الذي يطعم غيره كثيرا الإنسان الكريم هذا معنى الطعام وللطعام آداب كثيرة نأتي على بيانها إن شاء الله في المجالس القابلة فنسأل الله تبارك وتعالى القبول والهدى والسداد والعصمة من الزيغ والفساد إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله قد فيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقى اللهم حسن